أهلا بكم تابعين كناتي كناة مصر الآن فيديو جديد وخبر جديد وخبرنا بيقول النبي إدريس وأبو الهول القصة الكاملة لمعركة تصريحات علي جمعة وزاهي حواس تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حرب التصريحات والبيانات الصحفية المتبادلة بين الدكتور زاهي حواس العالم الأسري ووزير الأصار الأسبق والدكتور علي جمعة مفت الديار المصرية الأسبق بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير بتصريحات عن بناء الأهرامات رجح فيها أن النبي إدريس هو من بدأ البداء وأن تمثيل أبو الهول الشهير تجسيد له وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر ومفتي مصر السابق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج مصر أرض الأنبياء على التلفزيون المصري الرسمي هناك كثير من الأقاويل التي يرجح العلماء أن النبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط وأن وجه تمثيل أبو الهول في مصر هو وجه للنبي إدريس وفور إذاعة هذه الحلقة شن عالم الأصار الدكتور زاهي حواس هجوما شرسا على من صرح به الدكتور علي جمعة وأصدر بيانا صحفيا قال فيه ليس هناك أي داعي لأن يتحدث رجل فقيه في الأصار خصوصا إنه تحدث بمعلومات عن الأصار التي لا تموت إلى العلم بصلة بل هي معلومات رددها الكثيرون من مهوس الأصار دون علم أو دراسة ولا يمكن للشيخ علي الجمعة أن يأتي في حديث تلفزيوني ويفتي في أشياء ليست من تخصصه وهو لم يكتب مقالا علميا واحدا في علم الأصار وأضاف حواس ردد الدكتور مصطفى محمود في برنامج العلم والإيمان نفس المعلومات المغلوطة التي أدل بها الشيخ علي جمعة ولا يزال بعض غير الدارسين يرددون هذا الكلام لم يصمت الشيخ علي جمعة تجاه تصريحات زاهي حواس النارية وأصدر بيانا وصف فيه حواس بالمستر كما جاء بالبيان الذي نشره وقال جمعة الدكتور زاهي حواس الصديق القديم الذي لم يعني نفسه بالاتصاد ولم يعني نفسه بالاطلاع على البرنامج واعتمد على ما نقلته وسائل الإعلام واختتم الدكتور علي جمعة بيانه بعبارة تحيات مستر زاهي لم تنتهي الأزمة عند هذا الحد وأصدر حواس بعدها بيانا يرد على علي جمعة يصخر من جمعة ويرد له وصفه بالمستر وقال حواس إنني لم أصدر بياني سابق إلا بعدما شاهدت الحلقة من بدايتها لنهايتها ويؤسفني القول إن ما قاله علي جمعة لا يطلق عليه سوى خزع بلات وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمرة أسهل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية